سلام المسيح معك أخ نزار والربي باركك سلام المسيح أهلاً وسهلاً البعض يلوموا بعض في قدونا يقولون أنتم تحترمون المرأة أكثر من عدنا كورنتش أربعة أربعة وثلاثين يقول فلتصبت نساءكم في الكنيسة لأنه ليس معذونا لهم أن يتكلموا بل أن يغضعوا كما يقولوا الناموس فقط وأقول شقة ثانية يقول نساءكم لماذا تغطي رؤوساً في الكنيسة إذا كان مساوين للرجل فما هو ردك يا أخ نزار على هؤلاء المطاردين أخوي أخوي أنا بشكرك من أجل هذا السؤال هذا السؤال بيطلب حلقة في موضوع العبادة المسيحية ومنقتبس طبعاً من كورنتش في موضوع العبادة في هذا الموضوع لكن لاحظ هنا بيتكلم عن نظام كناسي وليس تفوق أنه رجل يعني بيتفوق على المرأة يكون الاثنان جسد واحد قال يسوع المسيح ولاحظ كل الناس اللي خدمت مع يسوع وبولوس الرسول فمرات كثير لازم نقرأ الكتاب المقدس متكامل مش أجزاء بولوس الرسول عم بعالج مشاكل كنسية في كورنتش وإحدى هذه المشاكل العبادة في الكنيسة المسيحية هذه الكنيسة التي كان بيدخلها الأمم واليهود أيضاً كورنتش لما كان واحد بيشتم يقول روح يا بعيد أنت كورنتشي اللي كان تتميز بالإباحية ولسيما كان في أكرو كورنتش في المرتفعة في كورنتش كان في عبادة الإلهة أفرودايتس إلهة الحب كان في أكتر من ألف مكرسة لهذه العبادة وكانوا بينزلوا للميناء ولابسين صندل مكتوب عليه اتبعني فولو مي وبيروحوا إلى مكان هذا العبادة وكان من الممارسات أنه يحلقوا شعارهم حتى يبينوا بشكل واضح للبحارة واللي كانوا بيجوا إلى منطقة كورنتش من هاي الناس في ناس آمنت وفي ناس طبعا من اليهود الفرسيين آمنوا وكل واحد عنده تقاليد وكل واحد عنده عادات فاليهودي طبعا كان بيحط غطاء على رأس الرجل أنا بتكلم والمرأة مجد المرأة شعرها فبولوس صحح مفاهيم بالعبادة اللي كان فيها نوع من الاستخفاف فبعالج الأوردر نظام العبادة المرأة الرجل في كنيسة الرب وهذا يتطلب طبعا حلقة اللي نتكلم فيها عن نظام العبادة لكن عاوز أقول لك لا توجد أي وحدة في العهد الجديد احتقار للمرأة بل بالعكس بيرفع من شأن المرأة فالمرأة لها قيمة عظيمة مخلوقة على صورة الله لما بيتزوج الرجل امرأة واحدة مش عدة نساء وأنه المرأة مساوية للرجل مش شهادة نساء اتنين يساوي شهادة رجل ولا الورثة الورثة بتروح متساوي للكل وهكذا في تعليم كتير جميلة كيف رفع المسيح وبولوس بالتحديد رفع من قيمة المرأة وأنا بشكرك على هذه الملحوظة اشتركوا في القناة